تتأثر الجزائر بمواقف الدول الأجنبية مهما كان وزنها فمنذ استقلال الجزائر مرت العلاقات الثنائية بالعديد من الأزمات ونحن الآن في أزمة من هذه الأزمات ولدت من خلال تصريحات رئيس الجمهورية الفرنسية وردت الجزائر عليها بمواقف علانية بمواقف قوية وأوضحت الجزائر كذلك على لسان سيد رئيس الجمهورية أن الجزائر سوف لم أو سوف لن تبادر لتخفيف من هذه الأزمة لأن الجزائر ليست مسؤولة أصلا عليها والجزائر دافعت وبكل مشروعية عن كرامتها شعبها عزت وطنها ودفعت على مبدأ مقدس وهو مبدأ عدم التدخل في شؤوننا الداخلية في هذا السياق هناك عمل ديبلوماسي متواصل هناك رغبة أشقائنا الليبيين في أن تشارك الجزائر مشاركة فعالة في ندوة باريس المتعلقة بليبيا ونحن على أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي المقرر في ليبيا في ليبيا الشقيقة فأنتم طلعتم على التصريح الذي أطلق من قصر الإليزي أمس بكل تأكيد هذا التصريح خلافا لما تسبب في الخلافات وما تسبب في الأزمة هذا التصريح يحمل أفكار معقولة على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخا ماضيا وحاضرا وتحترم السيادة الجزائرية ووصف دور الجزائر في المنطقة أنه دور أساسي ودور مهم وأن الجزائر فاعل يقدر له دوره الإجابي في المنطقة فبناء على هذا كله تقرر أن تشارك الجزائر في هذه الندوة يوم الجمعة إن شاء الله نعم يعني حبوا تعرفوا كونش اليوم ما تستنوش الخميس يعني مش مستوى رئيس الجمهورية خلني نقول أنه السيد رئيس الجمهورية الظروف ليست كافية لمشاركة السيد رئيس الجمهورية الشخصي في هذه الندوة رغم رغم الليبية نحو الحل السلمي الديمقراطي المنشود لكن الظروف ليست متوفرة لمشاركته شخصيا الجزائر ترأس مجموعة دول دول جوار فستقوم الجزائر بالتنسيق هذه المجموعة وفي الواقع في الواقع كان الاجتماع الذي نعقل في الجزائر الدور الكبير في جمع الشمل دول الجوار ولم تنقطع منذ اتئام ذلك الاجتماع هنا في الجزائر بين الأعضاء وبل لاحظتم سرعة الوتيرة في المشاورات الجزائرية الليبية في هذه الأسابيع الأخيرة أول نوفمبر كانت كان الحضور اللافت السيدة وزيرة خارجية ليبيا لتقديم التعاني لشعب الجزائري ولرئيس الجمهورية بمناسبة احتفالنا بعيد الثور المجيد ثم لاحظتم زيارات نائب رئيس المجلس الرئاسي وقائد أركان الجيش القوات المسلحة الليبية ولقاءات أخرى على مستويات عدة إذن التحضير الجوهري متوفر وإنما سيكون تتكون الجزائر حاضرة وستؤدي دورها كامل غير منقوص في تنسيق دول الجوار وفي التعاون بالذات مع الوفد الليبي الشقيق ترجمة نانسي قنقر